الحديث أكثر ينضم معنا مباشرة المحلل السياسي عمر الناصر أهلا بك معنا في حصابنا بداية يعني كيف ترى آلية اختيار الحكومة المحلية يعني هل تختلف عن طريقة اختيار الحكومة في بغداد وتشكيلها مثلا تفضل تحية مسائية لجنابكم الكريم ولجمهور فناة الرشيد الأكارم شكرا الله يعني ما مرت به الانتخابات الانتخابية والدستورية في خلال هذه الفترة أعتقد بأنه سوف يكون مؤهل أو سوف يؤسس لتجاذبات سياسية جديدة ولكن بكل الأحوال في أول مرة تغلبت الإرادة الشعبية على الإرادة السياسية من خلال إبراز المحافظين الذين كانوا قد حققوا نتائج بارزة في هذه الانتخابات لكن هذه المرحلة تعد هي مرحلة نجاح بكل الأحوال للإطار التنسيقي والإتلاف إدارة الدولة فيما لو كان هناك تنسيق عالي ومشترك للذهاب لدعم حكومة السيد السوداني وتحقيق حكومة خدمية وطنية بشعارها الرئيسي الذي ذهبت إليه قبيل تشكيلها وهذا سوف يصب بنهاية المطاف بمصلحة الشارع العراقي إذا ما تخلت الكتل والقوى السياسية المنضوية تحت لواء الديمقراطية في العراق عن الأنانية وعن العنجهية التي كانت قد ذهبت إليها في مراحل ماضية والتي أدت إلى انسداد سياسي قبيل سنة من الآن يعني في الفترة الماضية هل هذا أنها تخلت عن الأنانية خلال هذه الفترة؟ يعني بالطبع وهذا يثبت بأن تمرير المحافظين الذين جاءوا بالاستحقات الانتخابية والذين كانوا قد تصدروا القوائم في هذه الانتخابات هو دليل واضح على أن الإطار التنسيقي قد أذعن لإرادة للناخب وأذعن لإرادة الجماهير والشارع وهذا دليل واضح على أنه ربما في المستقبل القادم سيؤسس لمرحلة كسب الأغلبية الصامتة إذا ما تحققت المعايير وبنيت جسور الثقة من خلال إجراءات مجالس المحافظات وإنجازاتها في هذه الأيام على أن تكون هذه الإنجازات تصب بمصلحة المواطن العراقي بالدرجة الأولى وليست بمصلحة الكتل السياسية القابضة على السلطة طيب هناك من يقول أن الحكومات المحافظية باتت ساحة تنافس سياسي واسع في مختلف مدن العراق وليس في مدن معينة وذلك من خلال سعي الأحزاب للحصول على مناصب تنفيذية في المحافظات كيف تعلقون على هذا الأمر؟ يعني هو لا ضير بأن تكون هناك تنافس سياسي ما بين القوى السياسية ولا ضير بأن يكون هناك الذهاب لمبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة هذه هي لغة الفقه السياسي ولا يوجد هناك صديق دائم ولا عدو دائم في السياسة المشاريع المؤقتة هي من تجمع الفرقاء والشركاء السياسيين لكن بنهاية الأمر علينا أن نركز على نقطة مفصلية وجوهرية ومحورية بأننا نريد أن نؤسس لمرحلة جديدة من أجل إعلاء صوت الدولة وأن تكون المؤسسات هي من تتحكم بصنع القرار السياسي وليس الشخص والرموز السياسية وبنهاية الأمر انتخاب مجالس المحافظات ودورها في تعظيم إيرادات الدولة وأن تكون هي المصد الأساسي لتخلق فرص عمل جديدة من خلال الذهاب إلى مشاريع التنمية المستدامة وخلق مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر وخفض نسبة الوضطالة ومكافحة الفساد وأن تذهب كتل السياسية جميعها إلى جميع شتات ما تشضى من العملية السياسية ستخل لك مننا أستاذ عمر هناك محافظين تمت تجديد لهم لدورة ثانية مثل ما ذكرت جنابك وخلافا لرغبة الإطار التنسيقي هل فشل الإطار في فرض إيرادته أم نتيجة خلافات داخل قواه لا لا ليست بهذه الطريقة وفقا لمعادلة الصراع السياسي في العراق ووفقا للحالة العراقية التي رأيناها بعد عام 2003 وكيف تعامل المنتظم السياسي مع الفواعل السياسية الموجودة ضمن المطبخ السياسي تجد بأن المساومات والمفاوضات والتوافقات والاتفاقات السياسية المبنية على أساس المحاصص السياسية هي من تفرض نفسها بقوة على أرض الواقع في نهاية المطاف سيذعن الجميع للمحاصص السياسية التي جئت بعد عام 2003 والتي دكت ركائزها في شكل النظام السياسي أنا أعتقد بأنها كل هذه التحركات التي ذهبت إليها الكتل السياسية هي تحركات بديهية وتحركاتها ونتائجها هي تتحكم بها أن التحركات الديناميكية التي تتكون ما بين الفرقاء والشركاء السياسيين بين الفينة والأخرى يعني إذا كانت إذا كانت بهذا القدر يعني ممكن نقول بشكل طبيعي يعني لكن هل تعتقد أن الأطراف السياسية يعني خصوصا في الإطار يعني قد تلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن بشين بعض الجلسات التي شهدت إقصائلة في مجلس المحافظة أو هناك مثلا ملفات لربما تظهر على المحافظين أو هيئة النزاهة أو غير لا أنا لا أعتقد مثل هذا الموضوع سيكون على أرض الواقع لأنهم قبيل أن يذهبوا إلى عقد الجلسة كان هناك اتفاقات وتوافقات ما بين بعضهم البعض وأدى إلى انعقاد هذه الجلسة بكل الأحوال وأي تنصل في الاتفاقات سوف يلقي بظلاله السلبية على أرض الواقع حتى وإن كان هناك تمرير لأي محافظ أو رئيس مجلس محافظة أو لأي نائب من النواب لرئيس رئيس مجالس المحافظات أنا أعتقد بأن فشل المجالس المحافظات هو فشل لإتلاف إدارة الدولة ونجاح هذه الانتخابات ورأساء مجالس المحافظات والمحافظين هو نجاح للإطار التنسيقي والإتلاف إدارة الدولة ولحكومة السيد السوداني بكل الأحوال ولكن تبقى كل المرتكزات وكل الفواعل السياسية يعني غير قابلة للذهاب إلى رؤية موحدة إذا لم يكن لديهم مشاريع مشتركة لأجل دعم الدولة وأن تذهب الحكومة الحالية إلى دك دعائم وركائز خرسانية من أجل أن لا يكون التشضي هو جزء من الانهيار الذي ربما سوف يتحقق في الأيام المقبلة نعم المحلل السياسي أستاذ عمر الناصر كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا